تعرف ايه عن الزكاء الاصطناعي؟ اعرف محمود عبدالله هو اللي بيشرح الحاجات دي كل سنة وانتو طيبين انا معمول بالزكاء الاصطناعي ومحمود عبدالله اللي عملني من حوالي اسبوعكم انت عملت فيديو شرحت فيه ازاي تعمل ايميل مجاني على جيميناي برو لمدة سنة تقدر تستخدم منه موديل فيو 3 الجديد اللي بيعمل فيديوهات جامدة جدا صوت وصورة وكلام وبكل اللهجات زي ما شفنا اول الفيديو بس الاسف من كتر الناس اللي دخلت سجلت جوجل افلت العرض واصبح متاح فقط للناس اللي معاهم حسابات تعليمية كمان الناس اللي قدرت تعمل حسابات بالفعل بيقابلها مشكلة ان الفيديوهات بتطلع من غير صوت ولو كتبت الصوت عربي بيطلع انجليزي او ما يطلعش خالص الصوت فانا في الفيديو ده هحل مشكلة الصوت معاكم خطوة بخطوة وكمان هفاهمك ازاي يكون معاك ايميل تعليمي فلو انت مهتم دوس لايك ويلا بينا نبدأ الفيديو العادي جدا ان الناس اللي سجلت حساب برو وعندهم نسخة يدروا استخدوهم منها الفيديو ان هو بيجي هنا بيكتب تفاصيل اللي هو عايزه وبعد كده الموقع بيقدر يحول لك الوصف ده لفيديو بس فيه ناس بيقابلها مشكلة ان النص مش بيتنطق وبصراحة المشكلة دي ظهرت معايا انا كمان ان انا فعلا لما باجي اعمل كده فجئت ان النص ما بقاش اتنطق فالتجربة بسيطة جدا ان احنا محتاجين بس نعدل على البرومت ونكتبه بشكل مختلف بحيس النتيجة تطلع كويسة فخلينا ناسس برومت كده مع بعض ونشوف هنعمله الزي احنا بس ممكن نستخدم اي شاتبوتز ولياكم مسلا هنستخدم وهاجي هنا هبدأ ان انا اخلي ترجملي البرومت اللي انا عايزه فلنفترض مسلا ان انا محتاج شخصية معينة في مكان معين وتقول كلام معين فاول حاجة هعملها هروح هنا وافتح شات جديد طبعا ممكن نستخدم او اي حاجة او ممكن لو انت بتكتب انجليزي كويس ما تترجمش اي حاجة انا هاجي هنا بقول له ترجم للانجليزية للناس اللي مش بتاعف تكتب انجليزي كويس ترجم للانجليزية وهبدأ ان انا اطلب منه ترجملي كلام معين احنا مسلا محتاجين مزيع مسلا في الشارع مزيع مصري في الشارع وبيسأل الناس تمام? وهيبدأ نقول له كمان وبيقول بحيس يترجم للكلمة دي واضغط على ارسال فهيجي دلوقتي هنا هيترجم للكلام ده ماشي? فانا هاخد الكلام ده كوبية وهارجع لجيمناي هاجي هنا في جيمناي هضيف الكلام ده وهاجي هنا هفتح علامة التنصيص وهكتب الكلام اللي انا عايز بالعربي هنسأل اي سؤال? ممكن مسلا نسأل اي حد هيقول لحد مسلا تعرف ايه عن الزكاية الاستراعية ونقفل علامة التنصيص ماشي? وممكن نجي هنا نحط علامة استفاهم بعد كلمة الاصطناعية هنيجي بعد كده نكتب كمان حاجة انجليزي طيب ايه اللي هنا هنكتبه? هنكتب مسلا ان هو في حد هيرد عليه فهكتب هنا ترجم للانجليزية يرد عليه شخص اخر ويقول ماشي? وقال له ترجمة فهيكتب هلو بالشكل ده ازا فانا عندي هنا محادسة ما بين شخصين وهجي هنا هاخد الكلمة دي وهضيفها هنا وهفتح بعد كده علامة التنصيص وهكتب برضو الكلام اللي انا عايزه فهقول له مسلا ايه? اعرف محمود عبدالله هو اللي بيشرح الحاجات دي تمام? خلاص احنا كده قفلنا هنيجي هنا نكتب اي تفصيلة باللغة الانجليزية تاني زي مسلا ان انا هقول له يكونوا في كدر واحد هقول له مسلا ان هترجم انجليزية يكونوا في كدر واحد او في كدر كاميرا واحد ماشي? واضغط على ارسال هيترجمها لي بالشكل ده فياخد الكلمة كده كوبي وهرجع تاني وهضيفها بالشكل ده اصبح عندي هنا الكلام اللي انا عايزه في وسط الكلام او يعني بدء بانجليزي وبينتهي بانجليزي وبعد كده هضغط على وبعد كده هضغط على ارسال وهيبدأ دلوقتي ان هو ينفز لي الفيديو اللي انا عايزه تعال بقى اقول ريك النتيجة بعد ما خلصت هنا زي ما احنا شايفين عمل هنا مزيع والمزيع اللي انا ماسك مايك ووقف في الشارع ومعه شخص تاني تعال نشوف هينفز الكلام اللي احنا قلناه ولا لا تعرف ايه عن الزكاة الاصطناعية اعرف اه اه محمود عبدالله هو اللي بيشرح الحاجات دي سيما احنا شايفين قدر ان هو ينفز بتاعنا المزيع الكلام والشخص التاني الكلام تاني وبرضه هقول لك على حاجة لو انت مسلا جربت نفس الكلام اللي انا قلته او اللي انا كتبته وحاسيت انه هو ممكن يطلع معاك نتيجة مختلفة زي ان هو ممكن يتكلم معاك انجليزي وضح له ان انت محتاج ان الناس دي تتكلم بالعامية المصرية يعني لو انا عايز لغة معينة بدل ما هقول ان هو بيقول كزا لا هيقول ان هو بيقول باللغة الفلانية او باللهجة الفلانية ازاي؟ تعال كده هوريك البرومت اللي انا عدلت عليه مسلا هنا عند شبه ده اهو نفس البرومت بس انا ضيفت حاجة بسيطة هو ان انا بقول له انت بقى عايز مثلا لغة عراقية فهتكتب عراقي عايز لغة جزائرية هتكتب جزائرية ايا ان كان اللغة هتحددها هنا بالشكل ده وبنفس التفاصيل دي برضو هنا نفس النظام لو في شخص تاني هيتكلم بتقدر تكتب هنا برضو نفس النظام اهو او اي لغة تانية بحيس ان هو يطلع معاك الكلام باللغة اللي انت عايزها بالزبط او باللهجة اللي انت عايزها بالزبط والنتيجة هتطلع معاك فعالة ده كان برومت تاني قدرت ان انا برضو اعمله زي ما حتى شايفين هنا برضو كتبت تفاصيل الشخصية وطلبت مني ان هو يقول لي الكلام ده وما اضفتش اي شيء غير ان انا كتبت الكلام بالشكل ده بس هو قدر ان هو يفهم انا محتاج لهجة عاملة ازاي في نفس الوقت في الاخر ضفت حاجة بسيطة ليه برومت ان هو عايزه يضحك هو اي ناس حواليك وفعلا تعال كده اشوف النتيجة كل سنة وانتو طيبين انا معمول بالزكاء الاصطناعي ومحمود عبدالله اللي عملني ده اما خفيفة برضو دي نتيجة تانية هتقدر تعمل طبعا في ناس كتير هتقول لي طيب تمام انت كده شرحتنا ازاي ان احنا نخلي الفيديو ينطق او يبقى الصوت اللي فيه شغال بس احنا عندنا مشكلة تانية وهي ان احنا ازاي هنسجل حساب في الموقع ونستخدمه بشكل مجان طبعا لو انت شفت الفيديوهات اللي ان كنت شرحتها بلا كده اللي ممكن تظهر قدامك ديوهات على الشاشة او هتلاقيها موجودة في القناة فيديوهات كنت شرحت فيها ازاي ان انت هتستخدم موقع موقع مجانا او اداة مجانا من جوجل ولو انت شفت الفيديوهات برضو كنا استخدمنا موقع اللي ممكن يديك حوالي الف كريديت وكذاك الامر قدرنا نعمل طريقة عن طريق حساب لمدة سنة ولكن العرض ده تم غلقه او معادش متاح الا للناس اللي ممكن يكون معاها ايميل طلبة او ايميل تعليمي زي ما بقوله فلا في حالة ان انت معاك ايميل تعليمي او ايميل شغل بتقدر ان انت تسجل في الموقع مفيش مشكلة بس ممكن يطلب منك حاجة زي فيزا بحيث ان انت تاخد تجربة لمدة سنة وبعد السنة حابب تكمل اوكي مش حابب بتلغي الحساب بتاعك وخلاص فهنا طبعا في ناس بيقابلها مشكلة ان هي ما عندهاش حساب او ايميل جامعي او ايميل تعليمي فانا برضو هقول لك على فكرة كده حلوة ممكن تجربها هتساعدك في ان انت تعمل اه حساب في الموقع لو رحت على جوجل كتابت اديو تم ميل هيجي لك كذا رابط اضغط على اي رابط ممكن يزهر قدامك مثلا رابط زي ده رابط زي ده لو ضغطت على اي واحد بالشكل ده هيفتح معاك هنا وهيجيب لك ايميل تعليمي الايميل التعليمي دائما بيبقى فيه حاجة اسمها او دوت اي دي طبعا جاي من ده بيبقى عبارة عن ايميل مؤكد بتقدر تستخدمه لو انت محتاج تساجل حساب في مواقع بتتطلب ايميلات اه تعليمية بس طبعا لما تيجي تضيف الايميل ده للجيميل هيطلب او للجيميلاي هيطلب منك ان انت تعمل كود مثلا تفعيل بيجي لك هنا برضو في نفس المكان ده بحيس تقدر تضيف الكود بس هيقابلك برضو حاجة كمان انه هيبقى محتاج فيزا ده طبعا موضوع الفيزا ده انا مقدرش احفيدك فيه اكتر من انا اقول لك لو انت محتاج لو انت معاك فيزا تقدر تربطها بالموقع لو عندك حساب زي بيبال اه يد قبل في بعض الدول ممكن تربط حسابك به وتقدر بكل بساطة تجرب الموقع لمدة سنة وبعد كده تقدر لو ما عجبكش تقدر تلغي الاشتراك او ان انت حابب تكمل فيك تكمل عادي او انك لو حابب تشترك فيه من دلوقتي فدي برضو طريقة تكون متاحة لك عن طريق ايميل جامعي فده حل برضو ممكن يساعدك في ان انت تحصل على الاديات بس انا ما اقدرش ان انا اتكلم فيها اكتر من كده لكن انت هتلاقي حلول كتير اكتر من دي كمان لو نفستها واحدة واحدة للخطوة دي هتقدر توصل ان انت يكون عندك حساب على جوجل جيميناي برو وتقدر تستخدم من خلاله وتعمل فيديات كويسة جدا تقدر استفيد منها ان انت ممكن تعمل بها علانات ممكن تعمل بها فيديوهات ترويجية كويسة زي ما شفنا في بتاعها على الفيسبوك اتمنى تكون استفادت من الفيديو لو اعجبك الفيديو قاليت تدوس لايك وتسيب له لايك في تعليق ولو انت مش مش تكفي القناة اشترك دلوقتي فعال زيجارات عشان اوصلك تشاهر بكل فيديوهاتنا في النهاية السلام عليكم